في بث حين ومباشر البروفيسور فاهد حكيم مدير المستشفى الانجليزي في الناصرة مساء الخير البروفيسور فاهد حكيم مساء الخير أخي حسين لك جميع المشاهدات والمشاهدين السؤال ما هي صورة الوضع في الناصرة في ظل المعطيات المغلقة التي نشرت صباح اليوم حول الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في المجتمع العربي بشكل عام ما في شك أنه احنا بصورة واقع صعب جدا مكلق جدا حتى الوضعية اللي انت سحكيت عنها قبل شوي صغيري بالافتتاحية ولا مرة كنا فيها بمرحلة الكورونا هاي وضعية عن جد بنسمي انتحار جماعي اللي هو جدا صعب للأسف 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 موصلناش لهون لأنه احنا يعني بدنا نصل لهون هاي الصورة كانت واضحة وإحنا اليوم عم نحكي عنها بس احنا بنحكي عنها صلنا خلال أسابيع بالفترة الأخيرة المقدم هذا تبع الوباء نفسه اللي عم بيعلى صال له فترة ولأسف الحالات اللي احنا عم نشوفها اليوم طبعا في أقسام الكورونا في المستشفى بالناصري اليوم عنا عدد من المرضى الجيل المريض صار أوطى اليوم عدد أغلب المرضى الموجودين عنا هن تحت جيل الستين ولكن حالاتهم زي ما حضرتك تفضلتي حالاتهم صعبة واليوم احنا عم نعالجهم ونحاول نطلع معهم في العلاج وللأسف عم تسمع طبعا على الحالات اللي صارت بالفترة الأخيرة عم نفقد شباب وصبايا من مجتمعنا اللي طبعا احنا بدناش نفقد ولا أي إنسان ولكن لما بصير الفيروس البسيط هذا جدا اللي فاتع حياتنا واليوم عم بوخد منه خيرة الشباب والصبايا احنا عن جد عن جد فوضع مكلك أخي حسين نعم يعني بروفسور فهد حكيم اتحدث وبدأت الحديث عن الوضع في مستشفى الإنجليزي في الناصرة كيف هو الوضع بشكل يعني أكثر توضيح في المستشفى عندكم وأيضا في مستشفيات الناصرة بشكل عام ما هي أعداد المرضى وما هي حالتهم ما هي نسبة الأطفال للمرضى وأبناء الشبيبة في أقسام الكورونا صحيح اليوم نحكي احنا في المستشفى أول شي حاليا عندنا 23 مريض نايمين في المؤسسة بس احنا دول عدد مش الأهم الأهم أنه دول عدد زادوا في الأسبوع الأخير بشكل هائل ومنحكي عن عمليا تضاعف الأعداد وتضاعف أعداد الناس اللي عم تيجي تنفحص اليوم احنا عندنا تقريبا في خيمة الكورونا في المستشفى بنفحص بين 350 ل 400 شخص يوميا في الفيروس وللأسف للأسف عدد الناس اللي هن إيجابيين عم بصل بعلى من 24 ل 25% يعني عمليا كل واحد من أربعة عم بصل على الخيمة عم بطلع للأسف إيجابي فهذا وضع طبعا مش بس بالناصري هذا الوضع في كل المجتمع اللي حولينا نحن عم نحكي بس على بلد واحدة عم نحكي على حزي ما حضرتك تفضلت 20 مدينة وقرية حوالينا بالأساس في مناطقنا الموجودين حوالينا هون فإحنا في وضع جدا صعب الأعداد تحت جيل الستين أغلب المرضى الموجودين معدل الأعمار نحكي في الاربعين اتنين واربعين هذا معدل الأعمار الناس اللي يوم نايمة في المؤسسة وأغلبها زي ما حكيت فضلت في حالات صعبة جدا مهمة أخي حسيني نشدد على شغلتين هاي الصورة كانت واضحة إلنا وكانت عارفين ورح نصلها للأسف إحنا في عنا إشي واقع بمجتمعنا اللي مش عاملين مش قادرين نقدر نصله ونفهمه هذا الفيروس هو فيروس بسيط ما عندوش عقل هذا مش إنسان بفكر ما عندوش تاكتكة مش عم بيحسب حساب إذا بدأ أغير الطفرة طبيعتي ولا بدأ أغير إشي الفيروس بطبيعته بده يعيش الفيروس بعيش لما أنت بتعطيه مجال والفيروس بعيش بريد جسم الإنسان بشكل عام المحل الوحيد اللي ممكن يتعايش معه ويعيش ويتكاتر فيه بشكل جده هو جسمنا فإحنا لما نسمح له يعيش من واحد لواحد إحنا عم نعطيه مجال ظل معنا ولحظل معنا أشهر إذا مش سنين إذا إحنا منقدرش نوقفه كمجتمع عربي إحنا مجتمع عم نعرف نوقف هذا الفيروس نعم بروفوسور ريح حكيم يعني هزى البلاد قبل أيام نبأ وفاة شاب 23 عام من مدينة الناصرة في المستشفى الإنجليزي لم يكن يعاني من أمراض مزمنة كما فهمنا يعني ما تفسيرك كطبيب لهذا الحادث المؤسف وهل لديك يعني معطيات أكثر حول هذه الحادثة أول شي سدقني فيش أصعب منها يعني إحنا قلبنا مع الأهل ومع العيلي وسدقني كمان الطواقم الطبية اللي هون انهزت هز يوم ما أجع الحالة المؤسفة عن جد جدا وأنا عن جد من هون بأقولكم بإسم كل طواقم المستشفى من عز العيلي من كل قلبنا الشاب هنا أجع بوضعية اللي يمكن لحد اليوم إحنا مش قادرين نعرف عن جد شو صابه الإشي الوحيد اللي منعرفه إنه هو كان عنده كورونا إشي منعرفه إنه كان في حجر صحي وكانش أصلا عارف إنه بعد عنده كورونا إيجابي كان متطعم أسبوع عنده تطعيم الأول أسبوع عبل ما صارت معه الحادثة للأسف الوضعية الطبية اللي وصلها هي عن جد وضعية طبية صعبة إحنا مش متعودين نشوف حالات مشكل ما شفناش أصلا في المستشفى هون حتى في البلاد بشكل عام وبالعالم مش هش حالات من هاي الصعوبة اللي شاب خلال 3-4-5 ساعات بفقد حياته بوقف القلب يشتغل وهذا إشي صار جدا فجائي كمان على البيت كمان على العيلي كمان على المرافق الطبية إحنا اليوم بعدنا طبعا في صدد البحث حاول الفيروس نفسه يعني الفيروس نفسه اللي كان موجود عنده موجود بالمختبر هل هو طفرة جديدة هل هو فيروس نفسه اللي أدى له هاي الوفاة عن جد فش عندنا جواب يعني صعب عندنا نجاوب هل ليش هذا الإشي صار ولكن نتذكر كمان مرة إنه هذا الفيروس بنلعبش معه هذا الفيروس ممكن يأزينا يأزي شبابنا ويأزي صبايانا مش بس الناس اللي كبار في العمر واللي عندهم مشاكل صحية أول ما بيسمعوا عن حالة وفاة بيسألوا السؤال الأساسي هل كان مريض لا يا جماعة الخير هذا شب من أعزي الشباب من أحلى الشباب لا كان عنده مشاكل صحية ولا كان يعاني من أي شيء وكان الزنساني اللي عن جد متابع ومحافظ وراح يطعم التطعيم الأول واليوم للأسف صارت معه حالي جدا مؤسفين نعم يعني الفحص مستمر عندك وفي المستشفى ولكن بروفسور حكيم صباح اليوم نشرت معطيات مغلقة ما فادها أن حوالي نصف المرضى الذين تم تشخيصهم أمس هم من أبناء التسعة عشر عام وأقل يعني كيف تقرأ هذه المعطيات صحيح هذا أول شيء كان واضح كما نرجع نقول مع أخي حسين اليوم إحنا لما في الشريحة اللي مش متطعمة هي الشريحة للتحجيل الستعاش واضح أن الفيروس رح ينتقل بهاي الشريحة بشكل أكبر الخطورة الأستاسية أنه هاي الشريحة بالذات الأطفال منها هن بمرضوش بشكل جدي إحنا مشوفش علينا عوارد يعني فوق 80% من جيل الصغير ببلي بينش علي عوارد فهذا الجيل راح على المدرسة اليوم ورجع هو مريض كورونا رح يعدي الناس الموجودين في البيت إذا الإنسان الموجود في البيت متطعم معناته العدوى مش راح تكون جدية إذا أصلا صارت إحنا بنعرف أنه اليوم المطعمين محميين من العدوى واللي أصعب أنه أنا برجع على البيت بلائمين بالبيت سيده وسته وأمه وأبوي وبعبطهن وبروح من المدرسة وأنا مبسوط بدأتغدى معهن وأقعد معهن وأنا بصد معهن فأنا اليوم بحمل العدوى بعديهن كتير مهم عن طريق اليوم القناة اللي عم نحكي معاكم اليوم يا جماعة الخير خلينا نفهم أنه التطعيم هو مهم هو اليوم بوقف الفيروس من أنه يتابع الحلقة تبعته أنه يفوت من جسم لجسم وينتقل من جسم لجسم إحنا اليوم بعدنا مش عارفين عن جد صدقني اليوم الانفتاح اللي عم بسير أنت حكيت نفتح المرافق كمان المطاعم وكمان المدارس وكمان نفوت على المسارح وكمان كل المرافق رح تفتح إحنا رايحين على نصيبة في الوسط العربي إذا إحنا منضلنا بهذه الوضعية لما إحنا مجتمع اللي بعضه مش واصل لتطعيم بمستوى عالي إحنا رح نجد نصل لوضع بالآخر نعد بعضنا وتصير عنا بقرة كاملة من الفيروس موجودة بقلب مجتمعنا وهذا الاشي ممنوع نسوي إحنا ممنوع نسمح لهذا الاشي يصير في الحال جدا بسيط واحد نحافظ على حالنا نحافظ على التباعد نحافظ على الكمامي نحافظ على التغسيل الإيدين زي ما عملنا لحد السنة كاملة غضرنا نحمي حالنا ونمرة اثنين نطعم نطعم نقتنع بالتطعيم نفهم أنه الاشي عم بحمينا على نفس الطعامة زوجة الطعامة الوالد الطعامة أهل البيت الطعامة أولاد الطعامة الحمد لله احنا اليوم موجودين في وضعية أريح من شو احنا منعرف من ناحية اجتماعية وأريح لنا سدقوني الاشي عم بيكون علميا واضح للكل أنه هذا الاشي عم بيكون نجاعة عالمية اليوم عشرات الملايين في العالم مئات الملايين من العالم الناس الطعامة وعم تأخذ نجاعة من هذا المشروع نعم يعني هذه نقول لي إلى السؤال القادم بروفرسور حكيم كيف تقرأ معطيات الكورونا في المجتمع العربي خاصة وأن عشرين بلدة عربية تحت القائمة البلدات الأكثر احمرار في البلاد زي ما قلت بأول ما لماذا حكينا احنا اليوم للأسف موجودين في هذا الواقع بس هذا الواقع كان واضح لنا احنا بحاجة نرجع للأساس احنا جماعة منحب بيتنا منحب أهل البيت بدناش نقز ولا حدا بدناش نفقد ولا حدا كل الناس غالي علينا من شيوخنا لنساءنا لأطفالنا كل الناس غالين علينا كل الناس موجودين بدنا نظل عايشين معين احنا جايين على فترة اللي فترة كتير أحلى جايين على شهر رمضان الفضيل جايين على أعياد الفصح المجيدي جايين على أعياد بكل الطواقف بدنا نعيد بطريقة مرتبة بدنا نعيش حياة تانية ممنوع الكورونا هاي تسيطر على حياتنا رح نعيش معها ولكن عشان نقدر نعيش معها أنا بناشد كل أبناء المجتمع العربي يرجعوا للبسيط نرجع نفكر انه احنا بفترة اللي هي صعبة فترة اللي عن جد اليوم صارش تغيير جذري لأنه بعدنا ما اطعمناش كفاية نضرش اليوم نفتح كل المرافق ونعيش حياتنا طبعية الفيروس بعده موجود والطفرات عم بتزيد والتغييرات عم تتغير والوضعية الصحية عم تكون أصعب فاليوم بناشد كل القيمين على ونجتمع العربي كل رؤساء المجالس المحلية والبلديات كل رجال الدين وكل طواقف بكل المرافق تبعتها كل مدراء المدارس والمعلمين كل إنسان بيهتم في أهل بيته يسمع هذا النداء احنا عن جد في وضع جدا مقلك جدا مقلك خلينو مرأة المرحلة أسابيع معدودة وإذا احنا منفوت على التطعيم بشكل جدي احنا ممكن نطلع بهذا المحل بشكل جدي شوفوا يا الإشي البسيط جدا نحكي على الدولة بشكل عام التطعيم وصل على دولة إسرائيل ولا واحد فينا بعرف كيف ولكن وصل وممنوع نفكر أكتر من نزوم هذا التطعيم موجود لازم يستغله قبل ما الناس تانين يستغلوه مش ممكن نخلي حدا تاني يأخذ حقنا بالبسيط فإنه احنا نكون مطعمين ونوقف قدام الفيديوز هذا بنجاعة نعم يعني بروفوسور فهد حكيم ما برأيك مصدر الإصابات وهذا الارتفاع في المجتمع العربي وتحدثنا عن إمكانية الافتتاح الأسبوع القادم هل يعني بسبب المناسبات المستمرة في المجتمع أم عدم التقيد بالتعليمات شوف أكتر من وضعية لوصلتنا لهذا الوضع واحد إنه إحنا عمليا عن جد صار فيه نوع من بالفكر بالرأس إنه أوكي يا إسا فيه انفتاح وإحنا بنعرف انفتاح للآخر يعني انفتاح رجعنا للتجمعات رجعنا للأعراس رجعنا للحفلات رجعنا للمناسبات والولائم رجعنا نلتقي أنا جدا مبسوط أشوف في الناس عم تطلع عالطبيعة وبتلتقي لكن لازم يكون نتقيد في التعليمات الطبيعة هاي مسموح على الناس اللي متطعمين مسموح على الناس اللي معها للكرت الأخضر مسموح على الناس اللي عندها اليوم مناعة فهذا كتير مهم ولكن إحنا بعد نرجعنا نعدي بعض لما اليوم نقعد جلسة إحنا مع بعض أنا وياك أخي حسين اليوم نقعد بمطعم ثلاث أربع ساعات واحد فينا ممكن يقعد التاني بسهولة وللأسف الطفرات الجديدة الموجودة بالذات الطفرة البريطانية اللي هي كانت شائعة اليوم بمجتمعنا العربي هي طفرة جدا سريعة العدوى ومش بس هيك لأسف هي عم بتكون أقوى عند الناس فاليوم احنا عم نشوف المرضى عندنا كمية فيروس اليوم بالمجرى الدم ومجرى التنفسي بشكل أعلى بكتير من شو كان قبل والناس عم تبرد بشكل سريع وهون كمان شغلة مهمة جدا دأقولها بناشد بشكل شخصي إسه كل إنسان اللي عن جد مريض قاعد في البيت وحاسس إنه تعبان ما يعودش في البيت المستشفيات موجودة عشان تحميكو عم بتكون عندنا حالات بتوصل كتير متأخري كتير متأخري ولما بتوصل لحالة جدا متأخري ما فيش إش ينسويه للأسف فإحنا بترجل الناس عن جد تتصل بالأطباء تتصل بالنرسات توصل على مرافق طبية وتحل مشاكلها الشغل الثاني والهي كمان مرة أنت حكيتها التعليمات للأسف إحنا مش بس متقيدش بالتعليمات كمان فيش عندنا حدا اللي عم بيوقف عشان يوقف التعليمات لعي الشرطة مش موجودة في مجتمعنا والناس اللي مفروضة تتمسؤولي عن التعليمات مش موجودة في مجتمعنا وبعلمش ليش صراحة يعني هذا سؤال كتير كبير في الدول لما أنا اليوم بنتقل من بلد لبلد وبشوف أن هنا فيه ناس عواقفة بتتطلع إذا أنت حطت كمان ولا مش حطت كمان ولا ماشي حسب التعليمات وبسألك عن الكرتات وبتفوت على حراطنا بمحلات في مجتمعنا فيش هداية غاد فهاي كمان مشكلة بال السلطة السلطة كمان إلها واقع هنا ولازم هي تحط كمان أكتر أجنزة اللي كمان تساعدنا إحنا كمواطنين ناخد حقنا البسيط بأنه إحنا نعيش بسلام بهذا البيت كلنا بدنا نعيد وكلنا نعيش حياة طبيعية وكلنا بنسافر وكلنا بنرجع على مطاعم وكلنا بنرجع على حراط نلعب وكلنا بنرجع نصلي بالصلاة الطبيعية وننعيش العيد العيد اللي جاي والشهر الفضيل الجاي بطريقة تانية ولكن هذا الاشي مش ممنوع مش راح يصير إذا احنا منضلنا بهذا المحل للأسف راح يكون عنا وضعية صحية جدا صعبة أنا شايفيني أنا شوي قلق قلق جدا لأنه الوضع عم بيكون عم جد بتدهور ولازم نوقف مع بعض ونتأذر عشان نمنع هذا الاشي يصير ونتذكر شغالي تاني اليوم فيه طفرات جديدة عم بتصير يعني هم نحكي عن طفرة الجنوب الأفريقية وإسا طفرة طبعة نيويورك وبتقداش تعرف من نمتيج اليوم فيه بالبرازيل كمان طفرة وبأستراليا فيه كمان طفرات وأكيد فيه طفرة إسترائيلية اللي بعدنا مش عارفين عليها فإحنا الفيروس هذا راح نتعايش معاه هو كل الوقت عم بغير حاله عشان يعيش معنا فإحنا لما هو بصير فيه طفرات معناته إحنا عم نغلبه خلينا نغلبه على الآخر ويروحها طفرة اللي تقضي عليه مش تقضي علينا نعم يعني بروفوسور حكيم هل هناك وعي كافي برأيك في المجتمع العربي لخطورة الطفرات الجديدة التي تحدثت عنها أما أن على وزارة الصحة القيام بحملة توعية في هذا السياق برأيك طلع الوقت عجتمع العربي هو المجتمع الأول بالنحيتي اللي عنده وعي جدا عالي إحنا فيش عنا حدا فيش مجتمعات في العالم كلهاته بتحب أهليها وبتحب أولادها وبتحب تحافظ على صحتها وبتحب تحافظ على خدمة الناس زي ما إحنا مجتمع العربي أنا جدا فخور أكون عربي وعايش في هذا المحل مع الناس اللي حوالي ولكن إحنا بحاجة لنوصل المعلومات هاي أكتر للناس اليوم اللي مش شايفي الصورة الصحة اليوم الناس اللي سامعتنا هي ناس جدا وعي هي فاهمي هي عارفي هي بتقرأ ومصود بالإنترنت ومصود بالشركات التواصل الاجتماعي صدقني اليوم كل بعرف شو عن كورونا من الطفل اللي بيخلق بعد ما بلش يكون واعي صريع عرف شو عن الموضوع اليوم موضوع التفرق هو موضوع موجود الإتاحة لازم تكون طبعا أنتوا أزاعتكم وإزاعات التانية عم تشتلع هذا الموضوع وزارة الصحة عليها مسئولية كبيرة السلطات المحلية عليها مسئولية كبيرة الجمعيات الفاعلة عليها مسئولية جدا كبيرة وكل اللياتنا موجودين هون عشان نخدم المجتمع إحنا جاهزين نوصل الرسالة ولكن بحاجة للتعاون المجتمع أنا عارف تعب زهق صلاة سنة بحرف استنزاف حرف استنزاف إحنا مش إشي بسيط عم نفقد ناس فيش بيتي اليوم اليوم بأول مبلشت كورونا كن نسأل حالنا مين مريض اليوم فيش واحد فينا بيعرفش عشرات المرضى وللأسف الناس اللي فقدناها فاليوم إحنا بحاجة نوقف مع بعض ونقول هاي الفترة بدنا نجمع كوانا نعم وإحنا عارفين شوي عن التفراط وعارفين شوي عن الفيروس وعارفين كيف نوقف قباله وعارفين لازم الطعم نروح نصل للتطعيم التطعيم بالأول ما أجل كان لازم يروح لعنده اليوم الطب التطعيم عم بيجل عنا صناديق المرضى عم تشتري بشكل جدي الدكاترة والأطباء والنرسات عم تشتري بشكل جدي خلونا نتعاون معهم نعم يعني بروفسور فهد حكيم وانت تحدث عن جمهور واعي وشعب نواعي يعني السؤال كيف تفسر أن بعض الجمهور تنطلع عليه الإشعاعات المتعلقة بالكورونا ولا يثق بكلام الأطباء يعني ماذا تقول لهذه الفئة من الجمهور طلع هاي الفئة موجودة بكل شرائح المجتمع في العالم كل يعتم دائما في ناس اللي بتآمن بيسمى الفيك نيوز ودائما في ناس اللي ما عندهاش إيمان في شغل معينة وهذا كل تساؤل في العالم موجود ولكن أنا بتحدى أي شخص اليوم بقول لي فيش كورونا أنا بعزمه إياه بشكل شخصي قدام عن طريق إذا عادكم يجي يفوت على قسم الكورونا ويسلم على كل المرضى الموجودين جوه إذا هو بيقول فيش كورونا تفضل هاي واحد تنين بتحدى أي شخص اللي أنه اليوم في أي معلومة طبية اللي هو حاسس إنها معلومة اللي هي مش صحيحة إحنا مجموعة أطباء ومجموعة نارسات ومجموعة علماء من كل أنحاء العالم ومن كل محل الإبلاد عم تحكي عن الموضوع أنا بقولش نجبر العالم تأخذ تطعمات ولا نقول نجبر عالم تغسل إديها أنا بقول افهم هذا الإشي عشان صحة مجتمعك للأسف إحنا منصدق لما منشوف الإشي قدامنا وللأسف لما نفقد ناس منقول له ولما أنا مردت بن آدم بقول له ولو أنا ما انتبهتش بقول له أنا بديش نقول له أصعب إيش عليك طبيب لما بقول للمريد قلتلك ولما بقول للمريد قلتلك تنتبه إحنا بدنا نجاعة التعامل مع بعض أنا بقول لكم شغلة واحدة إحنا عن جد في عنا وعي في زوايا بحاجة نفكر فيها في زوايا بحاجة نحاربها مظبوط ولكن كلنا كمجتمع كمجمل إحنا مجتمع فهمان ومجتمع واعي وبس بدنا نعيش بدنا نشيش تاني الدولة عليها مسئولية قبالنا وإحنا عليها مسئولية قبال حياتنا البروفيسور فهد حكيم مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة شكرا جزيلا إليك تسمح لي بس جميل صغيري بالآخر تفضل بدي عن طريق الإزاعة وقف وقفة تاريخية بال البيت لأنه عن جد هن رباط المنازل والنساء القياديات في المجتمع وهن الأمة الأمة اللي عم تبني المجتمع أنا بناشدهن بشكل شخصي اليوم للأميات الموجودات في البيوت والنساء القياديات الموجودات كل مرافق المجتمع هن يخذوا الدور القيادي هذا لأنه أولادنا ترجع على المدارس المعالمين والمعلمات يرجعوا يعلموا زهيئنا تعبنا موضوع الزوم خلينا مع بعض نترافق ونتعاون عشان نرجع كل مجتمعنا لحياته الطبيعية وقالهن كل عام وانتبقى الفخير إن شاء الله بهذا الشهر شهر المرأة اللي هي عن جد قدامنا بكل إشي وماشي قدامنا وقفة بمجالها وقايدنا لمجتمعنا كله نعم البروفيسور رفاد حكيم مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة نضم صوتنا إلى صوتك كل عام وكل الأمهات بألف خير شكرا إلىك كنت معنا من الناصرة شكرا لكم يعطيكم ألف عافية شكرا